سعر البترول نط ليه؟ طبيعي أي صراع في أي منطقة بيأثر على أسعار النفط والبترول فده بيأثر عليه بشكل كبير جداً وبيخلي أسعاره بتعلم يا فندم إحنا دخلنا من كورونا بأسعار النفط نط علينا روحنا دخلين وراء منها في الحرب الأوكرانية والغاز وأسعار النفط والكذا وأسعار الحبوب وأسعار الأكل روحنا دخلين وراءها في غاية طب إيه يعني إحنا بقالنا أربع سنوات عمالين بنشهد أزامات متتالية ومركبة وتدعياتها بتبقى تقيلة ومتفرعة وبتشمل أكتر من قطاع يعني إحنا بالنسبة للقطاع الاقتصاد المصري إحنا عندنا خمس مصادر للدولار في الأزمة الحالية دي هيأثر لي على اقتصاد السياحة زي ما قلنا في إراداته هيأثر لي على إرادات قناة السويس لأن زي ما حضرتك قلت في بداية الحلقة أنا عندي سفن هتعدي وشايف حاملات طائرات فدي بيتزود للتكلفة فممكن يدور على مسارات بديلة تكون أمنة بتكلفة ممكن تكون أقل بالنسبة عشان التأمينات ما هو لويتس هتقوله مش هأمن بالضبط عندي كمان الاستثمار الأجنبي المباشر هيحصل فيه تأثر بسبب إن زي ما قلنا ده في كل المنطقة على فكرة في المنطقة والاقتصاد المصري ما هو ضمن دول الجوار عندي كمان الحجم الصدرات هيحصل فيه تراجع فيما يتعلق بالصدرات البترولية فكل أزمة بتحصل في المنطقة إذا كان على المستوى الإقليمي أو على مستوى الاقتصاد العالمي بيأثر على الاقتصاد المصري بما إنه ليه علاقات تشابك وتأثير مع كل اقتصاديات دول الجوار لا وبس الله ما شاء الله بص ليبي عاملة إزاي وبص السلان عاملة إزاي إنت حتى حدودك نفسها ملتهبة مش حكاية ملتهبة ما هو كانت التجارة البينية بالنسبة لنا أيضا مصدر داخل لوقت التجارة البينية فيه موقوفة لأنه عند السودان فيها صراعات ليبيا فيها صراعات غزة وإسرائيل فيها صراعات فأنت محاض بمجموعة من المشاكل طيب ده هيأثر على الاقتصاد المصري بشكل كبير جدا آه هو هيمسل ضغط ولكن إحنا عندنا زي ما بنقول دايما إن الاقتصاد المصري متنوع تنوعه ده بيقلل الضغط شوية على حجم التدعيات رأيك إيه في الخرارات اللي اتخاذها مجلس الوزراء مؤخرا واللي قال لك فيها وقف كل الاحتفالات وقف كل المهرجانات تقشف كذا 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 بالتأكيد قرار صحيح في وسط الأزمة اللي احنا فيها محتاجين نرشد الإنفاق الحكومي فيه الحاجات اللي ينفع ما نصرفش فيها ده هو حتى قال أي مشروع لم يتم البدء فيه وفيه مكاون دولاري وقفه وقفه تماما طالما أنا عندي أزمة حالية بالنسبة للدولار لابد أن أخذ مجموعة من القرارات توفر واتجه بالدولار اللي عندي للمستلزمات الأساسية إذا كان فيه عملات استراد ملحة بالنسبة للبترول عشان الإنتاج ومحطات الكهرباء وعندي كمان الدولار اللي أنا محتاج أوفره للمنتجين والمصنعين عشان مستلزمات الإنتاج وتبتدي عندي الدورة الاقتصادية ما تقفش إحنا الحمد لله برغم الأربع سنين اللي عدوا علينا من كورونا وتدعياتها وأزمة الطاقة والحبوب وتدعيات روسيا وأكرانيا إلا أن الاقتصاد المصري قدر وفقاً للأرقام المعلنة حديثاً من وزارة التنمية الاقتصادية إحنا قدرنا نحقق معدل نمو ثلاثة وثمانية من عشرة آه ممكن أقل من السنة اللي قابليها ولكن قدرنا نحافظ على استدامة النمو بيحسن لأ ما احنا عملنا ده بس احنا كنا متوقع نمو عندنا سبعة وثمانية في المية بالضبط الوقت انت انزلت الثلاثة في المية الثلاثة وثمانية من عشرة النقطة المهمة أن حجم اقتصادك برغم المتغيرات الاقتصادية اللي بتضغط عليك أن حجم الناتج المحلي أو حجم انتاجنا ككل كدولة زاد يعني كان التوقع أن احنا نعمل تسعة واثنين من عشرة تريليون جنيه لا احنا عملنا عشرة واثنين من عشرة تريليون جنيه يعني زدنا بمعدل تريليون جنيه كإنتاج داخل الاقتصاد المصري ده بيؤكد على أن الجهود برضو المصارات اللي اشتغلت عليها الحكومة المصرية خلال الفترة اللي فاتت من تحفيز قطاع الصناعة والمبادرات اللي بتقدمها ساعدت على زيادة الانتاجية وبالتالي ده بان تأثيره بس اه لو تهدى حواينا شوية بس اه بالضبط لو تهدى حواينا شوية دكتور مصطفى ابو زيد مدير المركز مصر الدراسات الاقتصادية بشكرك شكرا جزيلا على المحفظة معي بيكون ديك نظرة مهمة بشكر حضراتكم على المتابعة نشوفكم بكرة على خير وإذن الله الحياة اليوم